بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم أما بعد قال رحمه الله وقد بيّن ذلك النبي صلى الله عليه وسلم أكمل بيان ففي الصحيحين وغيرهما من حديث أم سلم أن امرأة من أسلم يقال لها سبيعة كانت تحت زوجها فتوفي عنها وهي حبلا مات زوجها وهي حامل فخطبها أبو السنابل ابن بعكك فأبت أم تنكح فقال والله ما يصلح أن تنكح حتى تعتدي آخر الأجلين فمكثت قريبا من عشر ليال ثم نفست ثم جاءت إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال أنكحي الآن هذه سبيعة الأسلمية رضي الله عنها كانت تحت زوجها تحت زوجها فتوفي عنها زوجها وهي حبلا أتى صحابي قال له أبو السنابل ابن بعكك أراد أن يخطبها فأبت أن تنكح أراد أن يخطبها فإذا وضعت تزوج بها فلما أبت عليه قال أنت لا يصلح أن تتزوجي إلا إذا وضعت ثم اعتددت آخر الأجلين أي بعد الولادة تعتدي بأربعة أشهر وعشرة أيام مكثت عشر أيام فولدت نفست أي ولدت فلما ولدت أتت إلى النبي صلى الله عليه وسلم تستفتيه فقال أنكحي أذن لها بالزواج وقد وجد من أهل العلم من قال بأنها تعتد أبعد الأجلين وهذا القول مرجوح لأنه معارض بالأدلة قال هنا وقد ذكر سعيد بن المسيب وأبو العالية وغيرهما أن الحكمة في جال عدة الوفاة أربعة أشهر وعشرة لاحتمال اجتمال الرحم على حمل فإذا انتظر به هذه المدة ظهرا إن كان موجودا كما جاء في حديث بن مسعود الذي في الصحيحين وغيرهما إن خلق أحدكم يجمع في بطن أمه أربعين يوما نطفا ثم يكون علقة مثل ذلك ثم يكون مضغة مثل ذلك ثم يبعث إليه الملك فينفخ فيه الروح فينفخ فيه الروح فهذه ثلاث أربعينيات أربعينات بأربعة أشهر والاحتياط بعشر بعدها لما قد ينقص بعض الشهور ثم لظهور الحركة بعد نفخ الروح فيه وساق يعني من أجل نفخ الروح فيه أم هناك أشياء ذكرت قال رحمه الله وأخرج البخاري عن ابن مسعود في المتوفى عنها زوجها وهي حامل قال أتجعلون عليها التغليغ أتجعلون عليها التغليغ ولا تجعلون لها الرخصة لنزلت سورة النساء القصرى بعد الطولة وأولاة الأحمال أجلهن أن يضعن حملهن هذا عبد الله بن مسعود وعندنا سورة النساء الطولة المفتتعة بقول الله يا أيها الناس وأما الصغرى فهي سورة الطلاق التي تسمى بسورة الطلاق فهو يقول رضي الله عنه أتجعلون عليها التغليغ أي إذا ولدت تعتد بأربعة أشهر وعشر أيام ولا تجعلون لها الرخصة الرخصة التي هي وأولاة الأحمال أجلهن أن يضعن حملهن ثم يقول هذه نزلت بعد الطولة يعني بمعنى تلك عامة تخصص قال وقد أخرج أحمد والدار قطني عن أبي بن كعب رضي الله عنه قال قلت يا رسول الله وأولاة الأحمال أجلهن أن يضعن حملهن للمطلقة ثلاثا وللمتوفى عنها قال هي للمطلقة ثلاثا وللمتوفى عنها لكن هذا الحديث ضعيف هذا الحديث ضعيف لا يثبت عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال وأخرجه أبو يعلى والضياف المختارة وابن مردوي وفي إسناده المثنى بن الصباح واثقه ابن معين وضعفه الجمهور وقد أخرج ابن ماجة عن الزبير بن العوام أنها كانت عنده أم كلثون بنت عقبة فقالت له وهي حامل طيب نفسي بتطليقة فطلقها تطليقة ثم خرج إلى الصلاة فرجع وقد وضعت فقال ما لها قد خدعتني خدعها الله ثم أتى النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم فقال سبق الكتاب أجله اخطبها إلى نفسها ورجال إسناده رجال الصحيح إلا محمد بن عمر بن هياج وهو صدوق لا بأس به والشوكاني قال فيه انقطاع رواية ميمون بن محران لأنه من رواية ميمون بن محران لم يسمع من الزبير بن العوام هو منقطع فلو أن رجلا طلق امرأته طلقة وهي حامل ثم ولدت قبل أن يراجع بانت منه فإن كانت هذه الطلقة هي الثالثة بانت بينون كبرى لا تحل له من بعد حتى تنكح زوجا غيره وإن كانت هذه الطلقة هي الأولى أو الثانية فما فبانت منه بينون الصغرى بمعنى أنه كغيره من الخطاب يخطبها بمهر جديد وعقد جديد أما هذا الحديث يعني حديث الزبير فهو منقطع يعني هذا الرجل وهو الزبير بن العوام كانت تحته امرأة يقال لها أمك الثم بنت عقبة حامل لعلها أحست بالطلق فأرادت قال الطيب نفسي بطلقة يعني بمعنى أنت معك مجال الأولى والثانية والثالثة ولعلها أرادت أن تتخلص منه فأطلقها ثم خرج إلى الصلاة أرجى إلا وقد ولدت بمعنى بانت منه ليست زوجة لا ذهب إلى النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم وقد أخبر بأنها خدعت فأمره النبي صلى الله عليه وسلم أن يخطبها نعم والزوج أحق يعني إذا هو كغيره نعم هو كغيره من الخطاب يعني إن شاءت قبلت وإن شاءت رفضت قال وقد تمسك بعض الصحابة بالآيتين لكن هذا الحديث ضعيف كما سمعت يعني فيه انقطاع حتى هنا ذكر لكن أخرجه الحاكم من طريق أخرى من حديث أم كلثوم هذه وقال صحيح الإسلام وفقه الذهبي انظر أحاديث معنى قال رحمه الله وقد تمسك بعض الصحابة بالآيتين فجعل عليها أطول الأجلين ما هو أطول الأجلين أي أنها إذا ولدت فتعتد بعد الولادة بأربعة أشهر وعشر أيام الحديث في أحاديث معلة حديث أنه كانت عنده أم كلثوم ساقه الشيخ ثم قال الشيخ هذا الحديث رجاله رجال الصحيح إلا شيخ ابن ماجة وقد قال النساء لا بأس به وقال محمد بن عبد الله الحضرم كان ثقة ولكن قال البوصيري في مصباح الزجاجة هذا إسناد الرجال وثقة إلا أنه منقطع ميمون هو ابن مهران أبو أيوب روايته عن الزبير مرسلة قاله المزي في التاذيب الحديث أحاديث معلة للشيخ رحمه الله تعالى قال رحمه الله وقد تمسك بعض الصحابة بالآيتين ينتبع بمثل هذه القضايا مرة أخ تزوج وكانت هذه الزوجة معها طفلها وزفت من مكان إلى مكان فكان الزوج في قرية عوام نعم لا يفقهون كثيرا فصارت قنبلة يعني ضجة عرم رمية وانتشرت إلى القرى المجاورة فلان تزوج ومع زوجته رضيع وزف الرضيع مع الزوجة طيب كيف يتساءلون كيف يصنع وكيف تصنع ما في الشيء لا حرج في ذلك قال رحمه الله وقد تمسك بعض الصحابة بالآيتين فجعل عليها أطول الأجلين فقال إذا وضعت قبل مضي أربعة أشهر وعشر لم تنقض عدتها حتى تمضي أربعة أشهر وعشر وإذا انقضت الأربعة الأشهر وعشر ولم تضع لم تنقض العدة حتى تضع وبه قال جماعة من أهل العلم قول المرجوح والحق أن عدة الحامل بالوضع في الطلاق والوفاة والحق أن عدة الحامل بالوضع في الطلاق والوفاة للأدلة التي ذكرناها وهي نصوص في محل النزاع ومبينة للمراد قال ابن القيم وقد كان بين السلف نزاع في المتوفى عنها أنها تتربص أبعد الأجلين ثم حصل الاتفاق على انقضائها بوضع الحمل وأما عدة الوفاة فتجب بالموت سواء دخل بها أو لم يدخل كما دل عليه عموم القرآن والسنة الصحيحة واتفاق الناس يعني الآن الإمام ابن القيم رحمه الله يقول كان نزاع في المتوفى عنها زوجها أنها تتربص أبعد الأجلين ثم حصل الاتفاق على انقضائها بوضع الحمل فإذا وضعت حملها انقضت عدتها لكن إذا مات عنها زوجها فتجب عليها العدة بالوفاة سواء دخل بها أو لم يدخل بها والآية والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا يتربصن بأنفسهن أربعة أشهر وعشرة وما قضى به النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال الشوكاني رحمه الله ولا عدة على غير مدخولة لقوله تعالى في غير الممسوسات فما لكم عليهن من عدة تعتدونها الآن رجل عقد على امرأة عقد على امرأة ثم طلقها قبل أن يدخل بها فما هي عدتها ما هي عدتها قال الله جل وعلا يا أيها الذين آمنوا إذا نكحتم المؤمنات ثم طلقتموهن من قبل أن تمسوهن فما لكم عليهن من عدة تعتدونها فإذا طلقت ولم يعني هنا ذكر المسيس والمس بمعنى الجماع منهم من قال يعني الخلوة لكن هذه الآية ليس عليها عدة طيب مات عنها زوجها ولم يدخل بها بعد أن عقد بها فلما كبر تزوج امرأة عقد عليها ثم مات قبل أن يدخل بها هل لها عدة مات قبل أن يدخل بها قبل أن تزف إليه ليس عليها عدة إذا عقد وطلق ولم يمس فليس لها عدة لكن إذا عقد ومات ولم يمس لا هنا الله جل وعلا قال يا أيها الذين آمنوا إذا نكحتم المؤمنات ثم طلقتموهن من قبل أن تمسوهن فما لكم عليهن من عدة تعتدونها ما في عدة نعم جاء النص للطلاق وأيضا في الوفاء جاء النص نعم تعتد ولها الميراث وعليها نعم لها المهر وعليها العدة ولها الميراث فهمت المتوفى عنها زوجها النبي قضى في بروع بنت واشق نعم عقد عليها زوجها ومات فقضى النبي صلى الله عليه وسلم بأن لها الميراث لها المهر ولها الميراث وعليها العدة عبد الله بن مسعود قضى بذلك فوافق قضائه قضاء رسول الله طيب آية الأحزاب يا أيها الذين آمنوا إذا نكحتم المؤمنات أن ذكر الحافظ تفسير هنا قال ولا عدة على غير مدخولة على غير مدخولة لكن إذا مات عنها زوجها فعليها العدة وهذا هو قضاء رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم وعبد الله بن مسعود قضى بذلك رضي الله تعالى عن يا أيها النبي إذا نكحتم يا أيها الذين آمنوا إذا نكحتم المؤمنات قال هذه الآية الكريمة فيها أحكام كثيرة منها إطلاق النكاح على العقد وحده وليس في القرآن آية أصرح في ذلك منها وقد اختلفوا في النكاح هل هو حقيقة في العقد وحده أو في الوطئ أو فيهما على ثلاثة أقوال ثم قال رحمه الله قوله فما لكم عليهن من عدة تعتدونها هذا أمر مجمع عليه بين العلماء أن المرأة إذا طلقت قبل الدخول بها لا عدة عليها فتذهب فتتزوج في فورها من شاءت ولا يستثنى من هذا إلا المتوفى عنها زوجها متوفى عنها زوجها يستثنى فإنها تعتد منه أربعة أشهر وعشرة وإن لم يكن دخل بها بالإجماع أيضا إذن عندنا إجماع وعندنا إجماع نقله الحافظ ابن كثير رحمه الله تعالى طيب إلهنا بارك الله